أنا بيتهيئة لأنه فرق زي السعودية وفرق زي المغرب تجاوزت بكتير جداً أنه يبقى الهدف الأسمة أو الطموح الأكبر ونسبة لهم هي مجرد التأهل لكاس العالم يعني الناس دي ما بقتش بتبحث عن التأهل الناس دي عدد مرات تأهلها يعني أعتقد ست مرات تقريباً كل منتخب منهم عدد المطسط اللي فازوا فيها في كاس العالم أكتر من مباراة أعتقد سعودية محققة ثلاث انتصارات ومسجلة حوالي 13 هدف المغرب مسجلة حوالي 14 هدف إجمالاً يعني في البطورات المختلفة لكاس العالم فبالتالي الناس دي تجاوزت فكرة أنه إحنا مش هدفنا التأهل إحنا هدفنا التأهل عشان نروح نعمل إيه وأعتقد أنه الاثنين فرصهم كبيرة جداً أنه هما مزالة قائمة طبعاً أنه هما يتجاوزوا دور المجموعات وفرصهم كبيرة كمان أنه هما يقدموا شخصية عن الكرة العربية وطبعاً مغرب كمان على كل أفريقيا بشكل ما تعودناش عليها ومشوفنوش قبل كده في نسخ كاس العالم كلامك طبعاً مزبوط لا يعني الفرق دي الطموحات بتاعتها تجاوزت مش التأهل لكاس العالم هما ثلاث مراحل فيه فرق بيبقى طموحها إزاي تتأهل لكاس العالم للنهايات فرق تانية بيبقى طموحها التمثيل المشرف خلال كاس العالم هما بقى دخلوا في التصنيف الثالث إزاي المنافسة من دور لدور وإزاي وصلوا لأبعد متى وده اللي وصل له السعودية والمغرب عن طريق الأداء المقنع والمميز جداً 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 وخلي بالك يا أحمد الكلام ده مجاش بين يوم وليلة أو مجاش من فراغ وده جي من تخطيط وبالذات فرقة السعودية يعني أخصك بالكلام على فريق المنتخب السعودي ده نتيجة تخطيط جيد جداً يعني ممتاز من اتحاد كورة فاهم والتحاد كورة واعي والتحاد كورة بيشتغل بدون مصالح شخصية ما بيبصش غير للمصلحة العامة اللي هي مصلحة الكورة السعودية وأكبر دليل على الكلام ده أنه هما جابوا هيري رينار مدرب كبير جداً وحتى ده هما جددوله أربع سنين أو خمس سنين تانيين قبل كاس العالم ولو رجعنا للمتشاط الودية المنتخب السعودي قبل كاس العالم ده يمكن لعبوا بتع عشر متشاط كسبوا متش وخسروا الباقي ولكن التخطيط المزبوط والنظر المزبوط ما جاتش بقى الاتحاد السعودي قالك إيه ده ده بيخسر ومتشاط ودية والنداية وإحنا رايحين كاس العالم لا لا الناس بتفهم والناس بتخطط والناس اختارت مدرب فعلاً عنده خبرة كبيرة جداً ومدرب موهوب ومدرب عنده روح قدر أنه هو ينقلها لعيبة المنتخب السعودي وشوفنا المنتخب السعودي زي فنياً جوا الملعب منظم جداً في النواحي الهجومية والدفاعية وقدم فرق كبيرة